اهلا بكم في قناة مساء الأخبار العاصمة الامريكية والتوقعات اللي قالها مايك فغالي تحققت ولكن التوقعات القادمة ستكون للأسوأ. عملا التوقع اللي تحقق وكان قيله مايك فغالي قال اتكلمنا عن غضب الطبيعة في امريكا وكان حصل اعصار كلام ده من حوالي شهرين تقريبا ما حصلش من مية وخمسين سنة ودمر هائل وانقطاع في الكهرباء يتكرر وكل هذه المواصفات او حاجات اللي انا بقولها او هو بيقولها اتحققت تاني وبيقول كمان ان الآتي اعظم والدمار سيكون هائل جدا لا يتصوره عقل وده حصل بالفعل من مبارح في مدينة قرب واشنطن الفيضانات تتسبب في دمار 75% من منازل مدينة بواشنطن 75% دمار في المنازل متخيلين عدد البيوت اللي تهدمت واللبازت اجلت السلطات الامريكية في العاصمة واشنطن عددا كبيرا من السكان بعد ارتفاع مستويات المياه التي ادت لحدوث فيضانات في مناطق من واشنطن العاصمة على الحدود الكندية وفقا لشبكة الام بي سي ووصف مسؤولين في مدينة سومس بواشنطن قرب الحدود الكندية اضرار الفيضانات بانها مدمرة وقال المسؤولون على فيسبوك انه جرى اجلاء مئات الاشخاص وقدروا ان 75% من المنازل تعرضت لاضرار بسبب المياه واعلن حاكم واشنطن جاي انسلي حالة الطوارئ يوم الثلاثة فاربعتاشر مقطعة متأثرة بمياه الفيضانات والرياح الخوية والاعصير مما تسبب في قطع الكهرباء عن اكثر من 175 الف شخص كهرباء اطعت بسبب الهوى والاعصير الشديدة بوزت حتى الاسلاك وبوزت الكهرباء تسبب الارتفاع السريع في منسوب المياه من نهر سوماس في ولاية واشنطن في اغراق عمال الانقاذ ماتوا وجرى اخلاق 1100 منزل وانضم هؤلاء السكان الى الاف اخرين في المحافظة وكبروا على ترك منازلهم بسبب الفيضانات او الانهارات الارضية التي بدأت ليل الاحد ولا تزال المناطق الاكثر تضررا على طول نهر نوكساك في مقطعة واتكم ونهر ساكجت في مقطعة ساكجت حيث وصلت الفيضانات الى معدلات قياسية الامر الذي دفع السلطات الى اخلاء الناس في المنازل والشركات في مدينة فرندل بشمال واشنطن بالقرب من نهر نوكساك في زروة العاصفة انقطعت طيار الكهربائي عن اكثر من 158 الف عميل للكهرباء في غرب واشنطن يوم الاثنين حيث وصلت سرعة ترياح لستين ميل في الساعة وظل اكثر من 31 الف عميل للكهرباء في ولاية واشنطن بدون كهرباء يوم السلساء انا قاعد حوالي يومين من غير كهرباء والدنيا بايزة وفادانات والهوى جديد جدا واعصير وحاجة اللي اعلم بها اللي ربنا وفادانات دمرت البيوت وانهيارات ارضية وكمان بفيش كهرباء وحاجة صعبة جدا بقولك وسطة الفايدانات لمعدلات قيصية في دمرش جيد جدا بيحصل دلوقتي لدرجة انه هم اجل السكان من المكان وكمان عمال الانقاذ اللي كان بانقاذه الناس غير اوه طيب ايه المفروض التوقعات اللي بتنتظرها امريكا في الايام اللي جاية او المرحلة اللي جاية على حسب كلام مايك في غالي كان ايه المايك في غالي ان امريكا المرحلة القادمة هيكون فيها دمار وبركان وزلازل وتشرزم ولايات واستقلالها نيويورك تدررت بالاعصار ولكن فيه ولايات ستتدرر اكثر زي ما حصل في واشنطن دلوقتي الامور تبدأ بهزات عادية ثم الدمار يحدث فجأة ثم الدمار يحدث فجأة وكمان كان متكلم قبل كده على امريكا وقال ان زي ما نبهت وقلت في خطر بيهدد امريكا وخصوصا احدى الولايات شفنا بركان او تاني اكبر بركان في العالم بدأ يخرج حمامه وغطى حديقة كاميرا الامور الى اسوأ وخطر اكبر والموضوع ليه اثر سلبي على تلات ولايات اخرى في اتنين وعشرين هتبقى سنة الخطات الكبرى وعهد الانكسار الزهبي للولايات المتحدة الامريكية وهنبدأ نرى بها شبه تقسيم ده كان كلام مايك فغالي لدولة الولايات المتحدة الامريكية في المرحلة اللي جاية وبدأنا نتلمس كلامه بالفعل النهاردة في الفيضانات اللي دمرت الدنيا خالص ناحية واشنطن والاعصير والكهرباء اللي تقطعت والناس اللي ماتت تغيير الخسائر اللي بالملايين وقطع الكهرباء دي اوحش حاجة يعني ناس في خطر وكمان مش عارفة تتصل بالشرطة ومحبوسين في بيوتها مش عارفة يعني عايزاك تتخيلوا الوضع ان الدنيا خربانة بره ولا عارفين يتلقوا ولا حتى قادرين يستنجدوا ان الناس تجي تنقذهم موضوع صعب جدا نتمنى الخير لكل الناس وكلامي لكل الموجودين في امريكا حاليا من الجالية العربية تابعنا يا ريت تمنون على نفسيكم ان كنتوا في واشنطن او قرب العاصمة الامريكية يا ريت تمنون عليكم اخباركم ايه هل انت بعيدة عن الموضوع ولا قريبين اتمنى الخير لكل الناس طبعا والموضوع يقل انه مش بنحب غير الخير لكل الناس ولكن من الواضح ان توقعات ما يكفي غالي مأساوية بالنسبة لدولة امريكا ومش هو بس حتى ليلة عبداللطيف متوقع برضو مقاسي هتحصل في امريكا خلال المرحلة القادمة وخدوا بالكم دي مجرد توقعات تصح او تخطئ لان ما حدش يعرف ايه اللي هيحصل بكرة وعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى لوحده هو اللي عارف ايه اللي هيحصل وعالم بيه اللي هيحصل فينا شكرا لحضراتكم ما تنسوش بس تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس كمان في حاجة مهمة جدا ياريت تكتبوا رأيكم وتعليقكم اسفل الفيديو لو حابين تشوفوا حاجة معينة حابين تشوفوا توقعات لشخص معين او لشخصية معينة اكتبوا لي تحت في التعليقات وهندور عليها ونجيب لكم التوقعات اه حابين ان احنا نتكلم عن موضوع الابراج وخصوصا مع قرب قدوم 22 عايزين تعرفوا الابراج 22 هتبقى عامنا ازاي بالنسبة لاشخاص اكتبوا لي تحت برضو في التعليقات آآ كمان ما تنسوش تعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل للناس كلها والاشتراك اهم حاجة علشان تقدروا تتابعوا كل حاجة احنا بننزلها عن طريق تفعيل زر الاشعارات شكرا لحضراتكم استنين فيديو جديد وخبر جديد على قناة مساء الاخبار وتوقع جديد آآ في حاجة مهمة كمان النهاردة في فيديو هينزل على الساعة عشرة حابة نبهكم او عشرة وشوية بتوقيت القاهرة فيديو مهم جدا وبتكلم عن توقعات خطيرة آآ وقالضا في فيديو شوية كده هننزله الاستاذ مازان المصري عن توقعات حدثت برضو هنتكلم فيها مع بعض ونشوف ايه التوقعات وهنتكلم شوية مع المتابعين والاراء والتعليقات بتاعتكم شكرا واشوفكم بخير في فيديو جديد على قناة مساء الأخبار